اشتركوا في القناة في مجال حقوق الإنسان والصون كرامته في البحرين إلى جانب التوعية بأهمية حقوق الإنسان كأساس للتنمية باعتبارها ركائز أساسية للنهضة الوطنية الشاملة الندوة الحوارية التي أطلت بشعارها الواسع منجزات حقوق الإنسان مملكة البحرين نموذجا والتي تأتي تزامنا مع اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم السادس عشر من شهر مارس من كل عام جاءت لتفصح عن أهم المنجزات الوطنية التي تحققت وما زالت تحققها البحرين في ملف حقوق الإنسان عبر بوابة منظومة متكاملة يقوم أساسها على احترام الإنسان ومدارات حقوقه وحرياته العامة وتنادي في الوقت ذاته بأهمية غرس قيم الانتماء للهوية البحرينية وتعزيز النسيج الوطني والثقافة المجتمعية المتمسكة بمبادئ تقبل الآخر والحوار ونبذ العنف والطائفية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات تأتي أهميتها أيضا لنعكس لمحليا إقليميا دوليا إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال عملها كسلطة تنفيذية تشريحية وقضائية وكآليات وطنية التي أنا جزء منها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتأتي أهميتها أيضا للاستماع لرأي المواطنين والمشاركين في التطور الذي حصل ولم تغفل هذه الندوة عن وضع يدها على مضمون التحديات التي استطاعت المملكة التغلب عليها وتحويلها إلى إضاءات تجول في سماء الحفاظ على مكتسبات حقوق الإنسان في البحرين وتعظيم الممارسات الإيجابية والقيم الدائمة المتمثلة في المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية بالشكل الذي ينسجم مع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه حقوق الإنسان في البحرين تأتي من رأس الهرم وأتت من رأس الهرم هي ثقافة أصيلة ومتأصلة في البحرين منذ القدام ليست شيء جديد ليش؟ لأنك أنت نحن جزيرة في البحرين تحوي الجميع تحب الجميع تتسامح مع الجميع عندنا تعددية عندنا تسامح عندنا دعوة للسلام المشاركون في الندوة حرصوا على استعراض أبرز القوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته وفقا للدستور والقوانين والمواثيق الدولية إلى جانب الوقوف على أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها مملكة البحرين وما زالت تلتزم بتنفيذ بنودها على الوجه الأكمل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال هذا شيء رائع جدا هذا نموذج يحتذى به قانون العقوبات البديلة الذي من الدول القليلة في المنطقة التي تطبقها إذا لم نكن الوحيدين هذا نموذج قوانين مختلفة حماية الشهود والمجل عليهم الدولة تأخذ الاتزاماتها مأخذ الجد نحن السكوك المنضمين إليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي للحقوق الاتصادية والاجتماعية والثقافية قانون الطفل، السيداو، التمييز العنصري كلها التزامات علينا نؤمن بها كدولة ونحن في المؤسسة جهة رقابية أيضا على التزامات الدولة نحو هذه السكوك والقوانين محاور هامة توجه المتحدثون نحو مناقشتها في الندوة تركزت في مجملها على دور مثاق العمل الوطني وتأثيراته المباشرة على مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وخصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لتلفزيون البحرين محمد رشادات محمد رشادات